اندرو تيت والسؤال الكبير هل اندرو تيت فعلا مسلم واسلم عشان خاطر الاسلام ولا اسلم عشان ما كانش فيه حد فضل ان هو يعرف يتعامل معا اهلا بكم في حالة النهاردة حالة النهاردة يمكن تزخن الناس شوية بقراءها ولكن مش مقصودة هو نوع من حب استطلاق شخصنا اللي هنتكلم عليه النهاردة هو اندرو تيت والسؤال الكبير هل اندرو تيت فعلا مسلم واسلم عشان خاطر الاسلام ولا اسلم عشان ما كانش فيه حد فضل ان هو يعرف يتعامل معا قبل ما نخش في الفيديو طبعا لازم يكون فيه نوع من الازبات وايه ايه اصلا اللي خلاني اطرح الموضوع ده في الاول انا شفت فيديو عن واحد بيتسئل رأيه في اندرو تيت رده كان عجبني شوية الشخص قال ان اندرو تيت بحارب الميتريكس بيقول ان هو بحارب الميتريكس وانا بشوف نفسي بعمل نفس الحاجة او على اقل بحفز الناس ان هم ينجحوا في حياتهم عشان يطلعوا برا الميتريكس ولو انتم متعرفوش ايه موضوع الميتريكس ايه هو الميتريكس انا قراد يعامل فيديو عن الميتريكس ده الفم بتاعه روح شوفو باختصار الميتريكس هي الحياة المملة الرجال يعيشون فيها تحت ضغط المصاريف والحصرة الصامتة بمسؤوليات لم تعد تحتمل على كتاف الرجال لوحديهم العيال مدارس مصاريف غلوة كل حاجة والراجل ما باعاش عارف يستمتع ولا بعربية حلوة والحاجات دي مهمة ولا بخروجات حلوة ولا بمطعم حلوة ولا باكل كويس ولا بسفريات حلوة مش زي ايام التمانينات والسبعينات احنا دلوقتي الواحد بقى بيحارب فانا اعتقد يعني الى حد ما التحفيز بتاعي بيشجع الناس على النجاح بحس ان الفرق ما بيني وما بين اندرو تيت طبعا غير ان هو عنده فلوس اكتر مني بكتير ولكن دي على فكرة برضو مشكوك فيها يعني لا هو اكيد عنده اكتر مني بكتير ولكن المبلغ اللي هو بيقوله يمكن يكون مبالغ فيه شوية الفرق ما بيني وبين اندرو تيت ان انا بحس انا بحفز الناس انها تطلع من الميتريكس بنجاح عشان توفر حياة حلوة وكويسة لنفسها تديها نوع من الحرية ولكن اندرو تيت لما بسمعه هو بيتكلم بحس ان هو بيشجع على حب الممتلكات والحاجات الماتيرياليستيك السطحية اللي اصلا الميتريكس نفسها بتشجع ان البرنامج يتبرمج ان هو محتاجها يعني اندرو تيت بيشجعك او بيحببك في الحاجات والممتلكات السطحية اللي اصلا الميتريكس معمول ان هو يخليك تدمن الحاجات دي ويدخلك في الدوامة كآبة وكل ده وكل ده وكل ده وكل ده فهنا كان عندي شوية المشكلة مع اندرو تيت فكرة الانتقاد الغريب ده انت بتشجع على ايه بالزبط لما انا بشجع الناس مش شرط بيقولك انت معن يعني اندرو تيت لما بيجي بيت تريع على حد انت معندكش موجاتي اصلا انا مش بقولك روحت فراري فيما اللي روحت لمبرجيني انا بقولك اسعى وانجح واشتغل عشان تجيب فلوس عشان تعيش حياة مرتاحة مش عشان نقولك تجيب فراري وقولك حاجة مفيش فرق ما بين المارسيدس والفراري لو انت اصلا مش عشيق عربيات يعني موضوع الفراري والحاجات العربيات العالية قوي دي بتحس بقيمتها او بالفرق لو انت واحد عندك هوس بالعربيات ومفيش نسبة كبيرة من النكل اللي بيتفرج علي عنده الموضوع ده يمكن نسبة صغيرة 5% مثلا يعني 5% هتضطر تتعب عن بقية 95% فدي اول حاجة بتاعت اندرو تيت تاني حاجة الفيديو ده هصل له ترسيب من كم يوم خلينا نشغله بشكل موضوعيي photياتي مهمة اتبع حاجة يدفعون ب recuerدة انت تاعتبار حاجة انت المسلمية يدفعون بها تخشب الى جانبها تحسس ينجحون بها مجراء لن تترجم الى جانبها تكفي الى جانبها نترحنا نتنام بكس المطلع بها لن تركض الى ج Lymeية الى جانبها فكروف نو الواقع من انت一ا في منطلون syllabus لا يمسلم لا يشعرون لا يشعرون لا يشعرون بها إذا لماذا تدفضي الأشخاص لكي إذا تدفعات الأشخاص لبنمبينة معينة تدفعات الأشخاص لبنمبينة إن إذا فإن الإسلام ستدفعات الأشخاص للجميع فيديو صادم بصراحة انا عارف انا عارف انتو انا عارف انتو هتقولوا ايه ده قبل ما يتوب ده قبل ما يتوب فيه انا مشكلتين المشكلة الاولى ان عادة الناس اللي بتتوب لاسلام ما بيكونش عندها وجهة النظر الكريهة دي نحو الاسلام تحس ان هو كان فاهم هو بيقول ايه يعني تحس ان هو كان واحد قاري مثلا عن الاسلام وفي الاول وفي الاخر دي كانت وجهة نظره في الاخر يعني هو ترسى على النظرية بتاعته اللي هو قالها في العربية دي ان احنا الهابيين وان احنا هدفنا كلنا مش عايزين السلام وكل الكلام ده مش هتلاقي غير حالة واحدة شازة جدا اللي احنا شفناها الراجل الامريكاني اللي كان في الجيش اللي كان ضد الاسلام اوي بيقرأ الاسلام لحد ما قابل واحد مسلم والمسلم ده عرفه على الاسلام بس هو ما كانش عارف اي حاجة عن الاسلام الجندي ده ولما عرف الاسلام بعدين تابه واسلمه جدا انما اندرو تيت واضح ان هو مش غبي ومش واحد زي جندي امريكاني سازج مش فهم حاجة وبيمشي على اوامر اللي فوقيه وخلاص اندرو تيت زكي جدا وعارف هو بيقول ايه وفهم وبيتكلم فيه تاني مشكلة في النظرية دي امتى اسلم اسلم لما الغرب قرر ان هو يعمله بلوك في كل مكان ويتردوه من كل حاجة قلك بقولك انت واجعت دماغنا مش عايزين اتعامل معاك الامريكان بطارة يحبوه اللي برالين مبيحبوهش كل الناس بطارة تحبه وقلك انا اروح مين بقى لاكتر ناس لمواخزة سازجة او احنا بنصدق اي حاجة احنا بنصدق اي حاجة طيبة قلبي يا عم عرب طيبين واخدين على افانة انا هضحك على يالدي هيصدق اي حاجة وعمل لي شوية معارفة مع الشيوخه بتاعه ويزبطوني يعني وبعدين اسلم اوكي تمام ماشي يمكن يمكن يا عم يمكن يمكن انا حمار ومش فاهم اي حاجة في سايكولوجية الناس خالص ويمكن هو بريء من كل حاجة طيب معلش في واحد مصارع اسمه شون ستريكلاند شون ده معروف بحاجة واحدة في اليو اف سي ان هو بيدي رأيه بدون فلاطر تلاقيه بيتكلم ضد المثاليين تلاقيه بيتكلم ضد الناس اللي هم بيعملوا افلامي بحاجة تلاقيه بيتكلم ضد الحكومات الامريكية والمنظمات الامريكية بيتكلم ضد اللقاح بيتكلم ضد النظام الكندي الديكتاتوري اللي طالع بيتكلم على كل حاجة الراجل يا جماعة مفوش فرامل وبيكره الانفلوانسرز يعني واحد زي هيكرهني اصلا يعني وده على فكرة شون ستريكليند خد يوتيوبر قال له لو انت دكر وعمل فيها يا راجل كده على اليوتيوب بتاعك خش معاها مسارعة ودخل جابه فعلا طلع عميتين امه ضرب وحتى الناس قدوت له يا عمي مش كده يا عمي تتا رايح تتبرمج رايح تتبلطج عن الناس ربع حجمك اللي عجبني في شون ستريكليند ان اجيب سيدة اندرو تيت فزي ما انتو شايفين من الفيديو اداة لما الواحد بيتوب وانا عارف حاجه او اتنين عن الموضوع ده ان هو واحد يكون خارج عن نطاق دينه لمدة سنين وبعدين يرجع تاني ودي كانت على فكرة كانت الخطبة التحفيزية بتاعتي اللي لسه ان شاء الله هنعملها يعني مشوار ظريف كده كنت عايز احكيلكو عليه وربما يمكن ينفع ناس كتيرة جدا عادة اللي بيتوب بيكون بيبص على اخطاقه وبيكون عنده نوع من مش مش شرط حتى النفس اللوامة يكون متدايق وحزين شوية ان هو مر في حاجة زي كده ويكون عنده نوع من الاسف ان هو مر او عمل الحاجات اللي هو عملها لكن لما نيجي نبص على اندرو تيت تحس ان هو شايل الطريقة اللي هو عمل بها فلوسه ولو انتم مش عارفين او ما فهمتوش هو عمل فلوسه ازاي لما اخذف اللفظ هو جاب شرط ويشغلهم او جاب حتى بنات عادية وعمل لهم غسيل مخ وقلبهم شرط عشان يخشوا على الواب كام ومن الواب كام يعروا نفسهم لرجالة وبعدين ياخدوا هما بيصوروا الرجالة برضو هما بيتفرجوا عليهم ياخدوا الفيديوهات دي ما تقولوا بيعملوا بلاك ميل للرجالة دي يعني بلاك ميل يعني هددوهم انه هما لو ما دفعوا لهمش فلوس هيصربوا الفيديوهات دي ودي الطريقة اللي اندرو تيت عمل بها فلوسه يعني خرف 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 دي يعني قواد على سرقة على نصب كل حاجة غلط هو بيتكلم على اخطاقه واللي هو عمله عمال يدحك عمال يدحك وشايلها شايلها كأنها مديليا فعشك انا مش مقتنع انا مش مقتنع ان اندرو تيت فعلا مسلم او اسلم بجد حقه حقيقة فمعرفش يمكن انا يمكن اكون غلطان انا بس برمي معلومات وبرمي وجهات نظر وبسيب الكل يتعامل بيها زي ما هو يتعامل بيها انت شايف ان هو مسلم على حق ولا انت شايف ان هو في نوع من ضحكة عالناس في الموضوع ده ياريت تسيبلي في الكومنتات وطبعا اخر سؤال هل هو بيحرر الناس من الميتريكس بجد؟ هنسيب ده الفيديو تاني وعلى اقل ممكن نبتدي نقول انه في حاجة هو بيعمل ان هو بيشجع على الرياضة وبيشجع ان انت تبقى راجل قوي وصحي ودي اول خطوة بانك تهرب من الميتريكس فعلا جسمك قبل اي حاجة لان كل اللي بيجي وارا جسم كويس وصحة كويسة هتوديك الهروب من الميتريكس واحسن طريقة انك تهرب من الميتريكس وتعمل جسم حلو اشتري البروجرام انزل في اللينك اللي تحت خش على الموقع شوف الموجودة مش شرط تشتري حاجة بس على الاقل تكون واعي بالخدمات اللي موجودة اللي ممكن تغير حياتك. ده فيديو النهاردة نشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية.